مرحبا بكم. ارجعنا لكم وصفة جديدة. واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. ويلا على الوصف. دقيق تبع الكيك. اذا غير متوفر نستبدل الربع بنشاء الضرة. ملح. فانيلا. زيت. اي نوع متوفر عنكم. حليب. صفار بيض. سكر. بيض بيض. البيض اذا كان كبير خمسة و اذا كان صغير اربع حبات. نوضع بيض البيض. متل ما حكينا اذا كان كبير اربع و اذا كان صغير خمس بيضات. نخفق بيض البيض. تقريبا حتى يتماسك. نوضع السكر بالتدريج. على مراحل بالتدريج. كله لازم يكون بحرارة الغرفة. وضعنا اخر كمية للسكر. نستمر حتى يتماسك. يصير مثل الكريمة. متل ما انتم شايفين. بدأ يتماسك. مثل هيك يعني يكون. شايفين كيف? مثل هيك. يعني تقريبا اخذ حوالي خمس دقائق. يعني المهم يكون متماسك مثل هيك. شايفين كيف? حاجات منوضع السوائل. نوضع الصفار البيض. حرارة الغرفة. متل ما حكينا. اذا كان كبير اربعة او اذا كان صغير خمسة. هدول صغير هذا. اعطيت انا خمسة. الزيت من اي نوع زيت متوفر. تلت معالق طعام. تلتين جرام. حليب تلت معالق طعام كبيرة. تلت معالق كبيرة. تلتين جرام. درجة حرارة الغرفة. نقلب حتى يتجانس الخليط. مثل ما انتم شايفين. نحط المواد الجافة. نوضع الدقيق. رفعت ربع من الدقيق ووضعت ربع نشاء الضرة. من شان يسير دقيق للكيك. نفس الشي. وبنوضع الملاح. وبنوضع الفانيلا. معلقة طعام كبيرة فانيلا. هيك بننخلهم منيح. متل ما حكينا. لو ما كان لو غير موجود دقيق تبع الكيك سهل الموضوع. نوضع نشاء الضرة. بنرفع ربع من دقيق العادة تبع الخبز. وبنوضع نشاء الضرة. الربع. بنرفع الربع. بنوضع ربع نشاء الضرة. بنخلط المكونات حتى ينسجن. وصفة كثير سهلة. لكن هي وصفة فنادق يعني. بنعملها في الفنادق يعني. هذا بنوضعها بالوعاء. نوضع الخليط حتى يكون متساوي. العرض العرض للوعاء تمنى ثلاثين سانتي بثلاثة وثلاثين سانتي. درجة حرارة الفرن لازم تكون مية ستين درجة مقاوية تقريبا ثلاثين دقيقة. ولكن لازم انتو تركبوها. من فرن لفرن يختلف. هذه قناة شيري. هي بتعمل وصفات كتير روعة وخفيفة وسريعة ومكونات بسيطة. اتمنى ان انتو تتبعوها حوض على الرابط تحت في صندوق الوصف. اتمنى انتو تتبعوها. طعمتها بتجنن طعمتها رهيبة يعني طعمتها بتجنن. سهلة مكونات. نوزينا انتو بتختاروها. فبنصحكم وبشي ببدا. وهيك احنا خلصنا من الوصفة. الوصفة الحلو هو وصفة البيتزا. والول اذا عجبكم الشغل بالكومنتات. واذا حبين نعمل وصفات جديدة او اي شي بتحبوه كمان. وراح تشوفوا اكيد شغلات كتير حلوة مختلفة ولزيزة بالفيديوهات الجاية. متل موعدكم دائما في شي جديد. محبكم الخيرات الله. ديروا بالكم على حالكم. ونشوفكم فيديو جديد. ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة. وتفعلوا سر الجرس. وتعملوا لايك للفيديو. ورأيكم طبعا بالكومنتات كتير بهمني. وهيك صارت جاهزة. نستخدم اي وعاء متوفر عندنا. زجاج. حديد. الامنيوم. اي شي متوفر عندنا احنا منستخدم. متل ما انتم شايفين. اي شي ولكن انا هستخدم حتى الورق. يعني لو غير موجود اي وعاء من دل هيك. ممكن نستخدم الورق. كتل ما انتم شايفين. اي عبوة موجودة. اي شي. يعني ما في اي مشكلة. بنقص ورق الزبدة. بنوضع ورق الزبدة. انا حابة اعملكوا اياها في الورق. حقصها حجم اصغر. منشان اسهل عليكم. ويكون في عندكم بديل. ولكن هي بتاخد ممكن يعني تتسلع حجم اكبر من هيك. ولكن انا حابة عملها اصغر عشان اسهل عليكم وعملكوا بدائل. قدر الامكان انا بحاول اعمل في شغلات سهلة لالكم تكون متوفرة عندكم في البيت. والبزير هذا انا مش حرمي حاكله. نعمل الحشوة. حليب اربع كوب تمنمية جرام. نشط زره نصف كوب سبعين جرام. نحرك باستمرار. على حرارة تكون متوسطة. وتقليب باستمرار. الحرارة مهم تكون متوسطة الحرارة. مربى الفراولة واحد كوب متين جرام. مربى الفراولة في كل شي. نوضع قليل من لون الطعام احمر. لون احمر. مربى الفراولة في نكهة وفي سكر وفي كل شي موجود في يعني مش محتاجين اكتر من هيك. نقلب لمدة خمس دقائق حتى تصبح سميكة. يعني تقريبا خمس دقائق اخذت معي. او حسب الموم تكون سميكة. الزبدة بنوضحها اخر شي الزبدة بنوضع. ربع كوب خمسين جرام زبدة. اخر شي. نقلب دقيقة بنرفحها من النار. هي وصفة كتير روعة. بنعملها في الفنادق. دايما بنعملها في الفنادق الفخمة. نسكب اول طبقة. بنوضع طبقة كاك تانية. بنسكب الخليط. بنوضعه جيد. نوضع قطعة الاخيرة. بنسكب خليط. انا خليط عامل بزيادة عامل. انتم فيكوا بتعمله نصف نصف الكمية الخليط. انا عامل خليط بزيادة. باوضعه في كيسات باوضعه في التلاجة. هو لا زيد كتير. نوضع ماء. للوجه. نوضع ماء نصف كوب. بنوضع مربة الفراولة واحد كوب متين جرام. وهذا الجلي. موجود في كل المحلات. عبوات. تقريبا خمسة وتمانين جرام. الجلي بنوضع اخر شي. بنوضع باستمرار بنقلب تقريبا خمس دقائق. هذه وصفة كتير فخمة. بنعملها فنالك خمس نجوم بنعملها وكتير راقية. طاعم كتير روعة. بنقلب استمرار. اخر شي. نوضع الجلي اخر شي. بنتركها تغلي خمس دقائق. بعد ما تغلي خمس دقائق نوضع عبوة الجلي. تقريبا هي خمسة وتمانين جرام. اخر شي. بنحرك تقريبا دقيقة واحدة. وبنسكب. على الكيك. هذه اخر شي. طبعا بنصفي بالمصفاية قبل ما نسكب احنا. بنصفي بنطلع الشوائب. تعارفين نظام خمس نجوم لازم يكون كل شي. بالزبط لازم يكون. هاد القطع بنبيعها بعشرة دولار. بنسكب الجلي. مندعموه في اي اي عبوة موجود عنا اي شي مندعموه. انا حابت عمل في الورق في الكرتون من شان اوجد بداية اللي لكم. ما اريد اعملها في القالب المتخصص يعني القالب تباحة. في عندي قالب مخصوص لالها. بعد ما تركناها في التلاجة تبرد وتركناها في التلاجة اقل شي اربع ساعات لازم تكون في التلاجة. خليها تبرد برا وندخلها التلاجة اقل شي اربع ساعات. وزا باتت لتان يوم وكون افضل. مثل ما انتم شايفين. بنقصها نرفع لازيادات. طبعا لازيادات هذه كلها استخدمها. ولكن اه في الفنادق حتى نحن هذا كله بنكوبه لكن انا بستخدم كل هذا. بنقصها حسب ما احنا بدنا الحجم. الان والتزيين حسب الزوق التزيين شو بدكو بتزينوها انتو وهذا كل شيء وانتظرونا بوصفات جديدة في امان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير للكم اتمنى الاشتراك بالقناة اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اتمنى الاشتراك بالقناة